سيقولون لك شوفت هذا عدنال إبراهيم تبعك إيش بيحكيه؟ شوفت إيش بيقول لعان عدنال إبراهيم يلعن حتى لما ذكر اللي قتلوا الدكتور العمراني والشيخ الصواركي قال لعنهم الله شوفتوا اللعان صح؟ ما شاء الله يعني يستكثرون علينا يستكثرون إيه علينا؟ أن نتلو آيات الله أنا حين لعنتهم لم أفعل إلا أنني تلوت آيات الله قال تبارك وتعالى في سوة القتال محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله هو الذي قال في سورة النساء وَمَن يَقْتُوا الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا بما قتلتم الشيخ الصواركي بما قتلتم الشيخ نادر العمار رحمة الله عليهما وعلى أمثالهم هم بالألوف ولم تكفروه بأنه مخالف قال تعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُوا خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً لم يكتفي الله بلعنه أنا على الأقل لعنتهم الله لم يكتفي بلعنهم قال لهم ولهم 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 بالله عليكم إخواني سألتكم بالله سألتكم بالله من يؤمن بهذا الكلام وبمنزله وبمن عليه أنزل هل يمكن أن يتورَّط في سفك محجنة من دم امرئ معصوم الدم مسلماً كان بغير مسلم بغير دليل قاطع تعرف نظري تعرفوا من هذا الممكن يتورَّط في سفك محجنة الدم بدليل قاطع كمان الجلاد أنا ليس جلاد لماذا أشتغل دور جلاد تباً لها من صناعة ومن مهنة صح أو لا في عندك المفتي تبع البلد وفي عندك القاضي والقضاء رجل القضاء وأحكام وأشياء وبعدين فيه جلاد أنتوا اشتغلتوا مفتين وقضاء وجلادين تباً لكم الأخر دار تباً لكم وكما أقول دائماً الذي يذبح ليس الدكتور فلان والشيخ فلان الإسلام يذبح يا أخواني كل يوم الإسلام يصلب بعيد هؤلاء ولا يفقهون ولا تجد من ينكر عليهم حق الإنكار لكي يهز الأمة تستيقظ يقول الأمة استيقظوا ياخي الدماء عنا يسير جداً 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 أنا قبل ست سنوات لما حكيت إيشفع المعاوية في الأمة وكم ذبح من الأبرياء وذبح حجع ابن عدي الذي ظل الصحابة الأوفياء وفي رأسهم أمنا عائشة رضوان الله عليها ينقمون على معاوية فعلته القبيحة هذه أنه قتل صحابياً جليلاً كان يسمى راهب أصحاب محمد حجر ابن عدي العابد الزاهد وقتل معه خمسة آخرين دفنهم أحياءً خيّل؟ والصحابة ينكرون عادي الزنديق عدنان إبراهيم ينتقد سيدنا معاوية لما قلت لهم في حديث في عبو داود يفهم منه أنه كان بشرب الخمر جنّ جنونهم وانطلقت الألسنة يتهم سيدنا معايا بشرب الخمر جنّ جنونهم وأنا جننت في المقابل قلت ما هي الأمة المخبّلة في عقلها نقول لكم قتل الأبرياء من الصحابة والتابعين دمّر الأمة فلا يطرف لكم جفٍ عادي لما تحكي له خمر يجنجنونه قال عندهم شرب الخمر يعني وفعلاً واقعياً أفضع بكثير من سفك دماء المسلمين وفعلاً هم يسفكون دماء المسلمين وغير المسلمين بالأبرياء ولا يستثنون ولا يتأثمون ولا يتحرّجون صح؟ لكن مستحيل أنهم يشربون قطرة خمر اشربوا خمر الدنيا يا ليتكم اسكروا يا ليتكم سكارة أقسم بالله يا ليت عزبت عنكم عقولكم يا ليت ما فيش عقول وسكى 24 ساعة وكففتم شرّكم وإجرامكم عن أمة محمد صح؟ وعن الأبرياء ابن تيمية تعرفون هم علّمون هذه القصة في كتبهم ابن تيمية رحمة الله عليك شيخ الإسلام لما شاهد التتّار لكن تفهم أن التتّار كانوا مسلمين انتبهوا هناك ناس لا يفهمين الشغلة هذه التتّار ابن تيمية كانوا دخلوا في الإسلام عصلا تتّار عندما كانوا حوigaاً يعني تعلّمّوا معاركة ضد المسلمين ضد المسلمين ولما راح ابن تيمية وخاطر سلطان التـ其يّ كانت سلطان مسلماً ويصلي افهموا لكي تفهمون التف möchtenّ كيف كانت معنا التـريكhere istem ومزقاً قمر شَاربين وعنين أنامين بيشاخره فالهبلان المعائب التميعة الشباب مش فاهمين مليح يا شيخ يا شيخ عظهم عظهم خلينا نصحيهم ونصحهم الخمر حرام هم هكذا أفضل خليهم سكرانين ومصطولين هذا كلامي بالضبط عشان نقول لك الزنديق عدناني أعيس خط لا 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 هذا الحقائق اللي بفهم لأنني كان فاهم هنا رحمة الله علي ليش يا شيخ الإسلام قال هؤلاء قتل هذول عنده مسيف للقتل بذبح والأبرياء النساء والرجال وأمه في المساجد هذول الناس ما جنين أفضل عندك مفسدتان مفسدت تشرب خمر وينبطح ينام ومفسدت يقوم وصاح يذبح فينا مين أحسن لا يظلوا مهم احنا نقول هذولا هياريتكم شربتوا خمر الدنيا مش خمر بابل بس خمر الدنيا وتركتم الناس من شركم والله العظيم